مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة وخلوني أبدأ بطرح تذاكر مباراة الفراعنة وأسود التيرانجة مصر والسنغاليوم 25 إن شاء الله في الساد القاهرة مستنين وحوش مش بس في الملعب وحوش كمان في المدرجات عشان يقدموا الدعم المطلوب لرجالتنا إن شاء الله والجمهور يكون زي ما عودنا اللعب رقم واحد إن شاء الله في مواجهة صعبة جدا على ولادنا وهم لها بإذن الله لها إن شاء الله يوم 25 أسعار التذاكر اللي ترحت ابتداء من صباح اليوم الدرجة الثالثة 100 جنيه والدرجة الثانية 250 جنيه الدرجة الأولى علوي 400 جنيه الدرجة الأولى 600 والمقصورة 2000 جنيه أتمنى يعني أن الدرجة الثالثة بالذات تبقى أقل من كده شوية عشان نسهل على الناس لكن في النهاية اللي يهمني أكتر إنه اللي يروح جمهور كورة يعني ده مش ماتش كارنفال مش ماتش مش ماتش إعلانات مش ماتش مادل إحنا عايزين جمهور كورة يروح يشجع طول التسعين دقيقة جمهور زي اللي بنشوفه من جماهير النادي الأهلي بتحضر في كل ماتشاط بيبقى فيه ألف ولا ألف وشوية تحسونهم كأنهم مليون ستايد كأنهم مئة ألف فعايزين نستغل الستين ألف دول كأفضل شكل ممكن متفائل يا كابتن أحمد أكيد إن شاء الله متفائل أكيد صعبة مباراة صعبة لكن مع الرجولة والعزيمة والإصرار اللي عند لعيبة المنتخب أتمنى إنهم يبقى على نفس الحالة اللي ظهروا بها كأس أمام أفريقيا بنفس الرجولة ونفس الإصرار ونفس العزيمة خلينا نتكلم موقعيا فريق السنغال أكيد فنيا أعلى لكن عندك مستر كيروش بردو إن شاء الله ربنا يمع فأوله التشكيل أمثل وإن هو حتة إنه يدرس فريق السنغال كويس يعني إحنا شفناه في الكاميرون شفنا المنتخب في أفضل أحواله مع كارلوس كيروش يعني هو وصل لنقطة إحنا ما كناش نحرم أنه يوصل بيها بصرف النظر عنه ما حققش البطولة يعني لكن المنتخب ابتدى نوعا ما يستعيد روحه سياك من الفنيات الروح والشخصية ظهرت في المرة دي بيلعب كارلوس كيروش لأول مرة على أرضه في مباراة حاسمة الهدف اللي هو بعض مثل لسانه قال أنا جاي عشانه أو جاي متفق إن أنا أوصل بمصر لكاس العالم تتوقع تشوف كارلوس كيروش مختلف أو طريقة مختلفة كارلوس كيروش مع منتخب مصر أتمنى نشوف إن حاجة فنية وحاجة فنية دي مش هتيجي ألا عن طريقة اللعب عن طريقة اللعب أو عن اللعبة اللي هتوظفها في الأماكن اللي أنت محتاجة لأن أنا زي ما كنت بتكلم قبل كده وكتب لأننا كلمنا في كاس الأمم إن أنت عندك لو عملت الطبيعي أو لو عملت أو حطيت كل واحد في مركزه أنت هتأخذ منه المية في المية بتاعته وخصوصا أنت بتلعب أربعة وثلاثة ثلاثة سواء بتلعب أربعة وبتلعب مثلا النني وبتلعب حمدي والسلية لكن أنا هنا أنا بشوف إن هو لو حمدي يلعب لو أنت عايز تلعب النني يلعب النني بس النني هيفيدك في تمانية أكتر هيفيدك في تمانية هو السلية يعني النني السلية تقصد ولا النني مع السلية؟ النني مع السلية وتحتهم حمدي تمام زي ما بيلعب زي ما بيلعب أو لو هتلعب بمثلا النني والسلية وزيزو النني والسلية وزيزو فهنا الشكل هيبقى أحسن هنا هيبقى عندك النواحي الهجومية أو الحلوله الهجومية لأن أنت مهم جدا يبقى عندك حلوله هجومية ودي لما ظهرتش بكاس الأمم أنت كنت بتدفع بشكل كويس ومتعود على طول أن صلاح فينزل بس أنا بيتهقلي بدلا حطيته زيزو في البداية لازم حمدي يبقى موجود وتلعب يا بنني يا بالسلية يعني يعني ممكن ممكن تلعب بحمدي هيبقى ميل أكتر لأدوار هجومية لازم بتهالي حمدي حمدي هيبقى بشكل كويس وبيقديها مع النادي الأهل جدا ده من السرد بكي أتمنى بس يبقى فتف مطش السنغاية ده اللي أنا بتمنى وخصوصا اللي أنا كنت بتمنى أكتر إن اللعيبة أتمنى إن هما يظهروا بشكل أفضل لعيبة المنتخب مع الأندية الأندية أنا بشوف إن بعض اللعيبة ده كان السؤال اللي جاي لك الإجهاد اللي بيعني منه لعيبة الأهلي والزمالك الحقيقة يمكن المستوى اللي شفته من نادي الزمالك في بطولة أفريقيا يخليني أقول إنه يعني ده في يعني خليني أقول إنه إجهاد كبير جدا مش هقول أسباب تالي ومليش إن أنا أخش في التفاصيل لكن في النهاية أنا بكلم على منتخب بيأثر بشكل أو ليه تأثير سلبي على مستوى المنتخر في مواجهة الأولى خلينا نتكلم بواقعية إن أنت بتتكلم على طبع العيب مصري هو ما بيظهر شلة في المعسكرات المغلقة المعسكرات المغلقة لو أنت قافل عليه أو بطولة المجمعة أنت هتاخد المية في المية بتاعته إن تركيزه بيبقى عالي جدا بيبقى متحمل مسؤولية بشكل كبير جدا أو فترة المعسكر بسبب أن تتكلم في شهر إن المعسكر والعيبة كلها عادة مع بعض فأنت هتاخد منهم من كل اللعيبة المية في المية بتاعته مع عقائد زي محمد صلاح إنهم بيجتمعوا على هدف واحد لكن مع الأندية ممكن بعض اللعيبة أو عودة المنتخب تؤثر علي الإجهات بشكل كبير لكن لازم يبقى مؤثر مع فرقته لازم يبقى مؤثر مع فرقته سواء على مستوى النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو فيوتشر أو بعض الأندية التانية لازم تبقى لعيب مؤثر مع فرقتك ويمكن هذا للأسف اللعيبة مع فرقته إنها لم تقدمت نفس المردود الذي قدت به في كاس الأمم أتمنى أن اللعيبة تبقى مقدرة المسؤولية كويس أتمنى مستر كيروش كما نتكلم يجب أن يكون هناك حلول هجومية أكثر من كده لأن أنت ستلعب فريق أنا أتكلم عن فريق سنغال تتكلم فريق من 2015 وهو كوم الفريق هو الموجود أتكلم عن فريق يلعب سبع سنين هم نفس اللعيبة دي فهذا اللي يديهم الكفة الأرجح فأتمنى أن فنيا نعرف نقطة ضعف فريق سنغال ونقدر نشغل عليه كويس طبعا من أهمه طبعا صلاح مرموش مع مصطفى محمد أو محمد شريف إن شاء الله لازم يبغي دور كل التوفيل لرجالتنا إن شاء الله بإذن الله مواجهة صعبة لكن معنا حاجات كتير جدا تحسمها الروح والشخصية اللي اخترنا بيهم بطولة أفريقيا والجمهور بإذن الله اللي يقدر إن شاء الله يملأ الأستاذ وأعتقد أنه فيه وجوه جديدة هتضاف على المنتخب في المعسكر بتاع واحد وعشرين استعدادنا للمواجهة الأولى ممكن تصنع الفارق كل الشكر ليك كابتن أحمد نوارت الدنيا وشرفت في السادسة ونتمنى دايما نتقابل معاك على خير ونكون إن شاء الله تأهلنا لدور التمانية وتكون إن شاء الله مصر وصلت لكاس العالم حبيبوز أحمد ربنا خليك ودايما كده بمستمتعنا وحضرتك شكرا لحضرتك وشكرا لحضراتكم على متابعتنا وعلى كل خير نتقابل بكرة إن شاء الله في نفس المعاد السادسة دايما على شاشة الله